حالا بحضراتكم مرة تانية قبل الفاصل كان معنا خبير في مجال الأكاديميات على مستوى أوروبا ومدير أكاديمية أتالنطا الإيطالي لكن كمان على مستوى أمريكا الجنوبية المواهب الكثيرة الكبيرة جدا اللي بتظهر من أمريكا الجنوبية وخاصة البرازيل كمان معنا عبر سكايب طبعا كريستان سريادة مدير أكاديمية يمكن سانتوسا البرازيلية وبنرحب بيك على قناة النادي الأهلي وبنقولك أهلا بيك على شاشة قناة النادي الأهلي والنهاردة معنا قضية مهمة جدا جدا على مستوى الأكاديميات في البرازيل أهلا بيك معنا مساء الخير مساء الخير على الجميع وأنا سعيد وشكرا لكم على الدعوة أنا سعيد جدا لأننا نحن هنا أيضا في البرازيل نعرف جيدا من هو الأهلي ونعلم كيمة الأهلي بطل أفريقيا وبطل العرب أنا سعيد بتوابدي على قناة النادي الأهلي وشكرا لكم وشكرا لكم مرة أخرى وشكرا لك كابتن شكرا لك كريستان احنا بنتكلم على عضية مهمة جدا وعايز أأخذ رأيك فيها كخبير في الأكاديميات وعايز أعرف دور الأكاديميات يمكن في التمانينات كنا بنستمتع بالكرة البرازيلية من خلال جيل 82 ولكن اختلفت الأجيال كان جيل 82 والكرة البرازيلية الجميلة ولكن بدون ألقاب بدون كاس عالم ولكن ظهر جيل جديد من اللاعبين المميزين جدا على مستوى المنتخب البرازيلي عايز أعرف كيف تدار أكاديميات الموجودة في البرازيل وعلاقتها والتوأمة اللي بتحصل مع الأندية الأوروبية وكم اللاعبين البرازيليين الكثيرين المتواجدين في أوروبا من خلال أكاديميات موجودة في البرازيل في البرازيل نملك العديد من اللاعبين وليس لدينا أي مشكلة في عملية تفريغ اللاعبين أو تفريغ الناشئين أو إعداد المواهب لأن البرازيل هي المصدر وأكبر مصدر لاعبين ومواهب على مستوى العالم جميع الدول العالم وجميع عنديت العالم يقومون بقلب اللاعب البرازيلي لأن اللاعب البرازيلي يعتبر هو الأهم وما نملكه هو كمة اقتصادية كبيرة وقوة اقتصادية عظيمة لدولة البرازيل من حيث اللاعبون ومن حيث العائد المادي ولهذا نحن نهتم كثيرا جدا بالأكاديميات لأن الأكاديميات تعتبر هي القوة الكبيرة والعظيمة للدولة من الناحية الرياضية ومن الناحية الاقتصادية لأننا لا نحتاج أن نقوم بجلب اللاعبين الأجانب الأوروبيون هناك العديد من اللاعبين لدينا لا نحتاج أي شيء من أي دولة أخرى صحيح وإنت تكلم معنا شايفين كمان الأداء الرائع لبعض الأكاديميات أو الأكاديمي которую أنت بتشرف عليها في البرازيل أداء أكثر من رائع لعيبة مميزة جدا لكن خلينات تكلم على جزئية مهمة كمان المدربين القائمين على تطوير هذه الموهاب الموهاب موجودة بقسرة في البرازيل لكن كمان تطوير الموهاب عن طريق مدربين الفرق ما بين مدرب الأكاديمي أو مدرب الأكاديمية ومدرب الفريق الأول وهل هناك تواصل ما بين الفريق الأول ووضع استراتيجية واضحة للأكاديمية بتشتغل عليها خلال الموسم أنت على حق هناك اختلاف كبير جدا بين مدرب الأكاديمية ومدرب الفريق الكبير لأن مدرب الفريق الكبير بروفيشنال وقامد العديد من التجارب إذن هي مقارنة لا أريد أن أقول ظالمة لأننا نتحدث عن شيئين مختلفين جدا لكن أهم شيء يجب أن يميز مدرب الأكاديمية أن يقوم بمصاحبة اللاعبين يكون صديقهم يتدخل أيضا في الشؤون الأخرى لأنهم أطفال وعندما تتعامل مع أطفال وأبناء في سن معين يجب أن تصل إلى عقلية كل لعب لكن ليس كل أكاديميات البرازيل تقدم ما أقوله لأن نحن نعمل في كورينسيانس بطريقة مختلفة سانتوش وساباولو وفلامينجو هم مدارس أخرى ومدارس مختلفة وهذا ما يميز الكرة البرازيلية وهذا أنت أيضا ترى لأنك أعلم أنك كنت لعب كرة قدم سابق هناك لاعب يلعب من أجل المهارة لاعب يلعب من أجل جبيعة المرمى لاعب يجيد دائما في الدفاع وهذا هو ما يجب على مدرب الأكاديمية يجب أن ينظر لللاعب ويقول هذا سوف يصبح موهبة في مركزه ويختار له المركز أنت لا تصلح كمهاجم استمع نصيحاتي سوف أقوم بتوظيفك في مكان آخر من أجل عمل فريق عظيم نحن ما نوظف اللاعبون جميل كريستان العلاقة ما بين مدير الأكاديمية وما بين الفريق الأول هل يكون علاقة وطيضة يعني بيكون في مثلا على سبيل المثال الفريق الأول محتاج خلال السنتين اللي جايين لاعب في مركز معين هل بيتم الإعداد مستقبلا لإعداد جيل من اللاعبين بيخدم الفريق الأول بشكل أساسي والهدف الأساسي إيه من الأكاديمية من وجود الأكاديمية إيه الهدف الأساسي اللي بتشتغل عليه نعم أنت محق بالنسبة لمدير الأكاديمية أو مدير قطاع الناشئين لديه العديد من الطلبات نتحدث دائما مع المدرب الكبير ونتحدث دائما مع جميع القطاعات لأن هناك لعب لديه خمساتر سنة ستاشر سنة يجب أن ننظر على فريق السبعتاشر فريق التساعتاشر ونتحدث دائما يجب أن نساعد بعضنا الآخر بالطبع بالطبع عندما نحتاج أي لعب في أي قطاع نقوم بإخباره ونقوم بتأييله ويكون لدينا المدة الزمنية يتحدثون إلينا في مدة زمانية وسنقوم بتوظيف هذا اللاعب وسنقوم بتحضيره نخطأ أربع شهور أربع شهور مدة مهمة في الناسبة لنا من أجل تجهيز اللاعب لكي يلعب إلى الفريق الكبير يجب أن يخبرونا ولهذا نتحدث دائما مع مدير الكطاعات الأخرى وكل مدير الكطاعات هناك دائما اجتماعات مع رئيس النادي من أجل أيضا لكن في البرازيل شيء أهم قبل الختام عسان تعمل عقد للاعب أنت تحتاج بالنسبة لنا أن يتم التعاقد معه ست سنوات ست سنوات لماذا؟ لأضمن أن يكون اللاعب معي وهو الشرط الجزائي يكون كبير ولهذا لا نحتاج دائما للاعبين أجانب من أندية أوروبية أخرى هذه معلومة قد تقالوا لأول مرة عبر شاشة قناتكم يعني معلومة جيدة جدا كريستيان طبعا الملف كبير والقضية كبيرة وأكيد هنستفيد بخبراتك مدير للأكاديمية على مستوى عالي جدا من خلال إن شاء الله لقاءات أخرى على شاشة قناة النادي الآلي كريستيان شكرا جزيلا لك نقطة مهمة جدا نتكلم عليها كريستيان طبعا عملية التعاقد عملية التعاقد مع خريك الأكاديمية مشكلة كبيرة جدا وزي ما أقول لحضراتكم بعد الفاصل في بعض الحاجات أقول لك إيه أفضل الشغل أو إيه الجدول اللي محطوط إن ده يقيس به نجاح الأكاديمي وإيه كمان جدول يقول لك لا الأكاديمي دي يرحل طريق الفشل من ضمن النقاط دي هي عملية التعامل مع الإيجنت عملية التعاقد مع اللاعبين هل التعاقد مع اللاعبين الصغيرين دول أي لعيب كويس عنده 18 سنة يكون نكتب له حاجة اسمها برة بيكتب يعني عقد يعني نص محترف لسه ما بقاش محترف فيه كلام ده موجود برة وإمتى قدم له عقد احتراف بشكل جيد يكون واحد من اللاعب الفريق الأول إزاي بيتقاس الجزئية دي وإزاي التعامل مع عملية الإيجنت ده كمان نقطة مهمة جدا هنفصرها لحضرات ترجمة نانسي قبل